اطلقوا نار وتصعيد متواصل في جنوب لبنان من 25 أيار 2000 إلى 25 أيار 2024 24 عاماً على تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي ولكن عن أي تحرير نتكلم اللبنانيين لما انسحبت إسرائيل ما لحقوا يحتفلوا بالفرحة طبعاً بنسبة لنا أي احتلال يخرج من لبنان وهذا مكسب للبنان واللبنانيين من بسطنا أو من حسينا بالفرحة لأنه انسحبت إسرائيل من ميل سيطرت سوريا وحزب الله من ميل تاني على هذه الحدود الاحتفال الحقيقي سيكون ويلي ما نعلق له مضبوط بنهر الكلب ما نروح نتفل فيه وكلنا كلبنانيين عندما تسقط السلطنة الإيرانية وحزب الله يسلم سلاحه إلى الدولة وتعود حدودنا مع إسرائيل ومع سوريا إلى لبنان وإلى الدولة اللبنانية الشرعية إلا أنه بحسب حزب الله وسيطرته المستمرة على جنوب لبنان طيلة السنوات الماضية كما أن المعارك التي يخوضها اليوم نصرة لغزة هي لردع إسرائيل عن شن عدوان شامل على لبنان اليوم إسرائيل صحيح تعتدي على لبنان ولكن من يعتدي أكثر على لبنان هو حزب الله الذي يمنع أنه تسيطر الدولة على حدوده ويمنع الجيش من أن يكون له الدور على هذا المستوى وبالتالي نعم نحن أمام إذا أريدك مشروع أخطر من المشروع الإسرائيلي وهو المشروع الإيراني ولكن أنت تعرف أنه هذا الكلام اللي عم تقوله كلام كتير كبير وفعلا قد يعرضك أكثر للتخوين لي أساساً تتعرض لعب أنا بالنسبة للي الفريق الآخر شو بيحكي ما بيعني لي أنا بالنسبة للي الفريق الآخر هو عدو وأطع طماؤه على هذا الأساس وهو مشروع عدائي للبنان نحن أمام احتلال داخلي من قبل حزب الله وحزب الله هو بس هويته لبنانية بينما هو مشروع إيراني بالشكل وبالمضمون بالجوهر وبالمنشأ بالعقيدة وبالخلفية وبالتالي حزب الله أخطر من إسرائيل من منظمة التحرير ومن النظام السوري أهلي الجنوب وفقوك على هذا الحك بالآخر أنا هذا رأيي بالحقيقة وأنا برأيي نحن إذا ما بنا نوصل لمساحة مشتركة عنوانا أن يكون هناك دولي في لبنان وبالتالي خلنا نروح على حل الدولتين فانتظار السيادة الكاملة إذن كل عيد تحرير ولبنان بخير موسيقى 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 موسيقى